اهلا بكم في بلا قيود ضيف هذه الحلقة مهاجر أتت الرياح بما تشتهي سفونه فحقق في مغتربه من البلاد نجاحا يعد قياسيا وفق كل المعايير مهندس البترول الذي بدأ مشواره قبل عقدين ونيف أصبح اليوم أحد أهم رجال الأعمال في بريطانيا لكن نشاطه امتد ليشمل منظمات المجتمع المدني فتارة يطلق برنامجا للزمالة الدراسية وأخرى يساهم في بعض أعمال الإغاثة في بلده أسأل رجل الأعمال السوري المغترب السيد أيمن أصفري عن رأيه اليوم بما سمي بربيع العرب خصوصا بعد أن وصفه هو في بدايته بقوة الدفع الهائلة التي لن يقفها أحد ما هو طموحه السياسي بالأخص في ظل ما تنقلته وسائل الإعلام مؤخرا عن وجود اسمه في قائمة هيئة الحكم الانتقالي التي طرحتها بعض القوى الدولية لحل الصراع في سوريا هل يأمل أن يحقق في السياسة ما وصل إليه من نجاح على الصعيد المهني أليس الموقف من سوريا معقد مما يصعب على مثله من المغتربين رسم خارطة طريق للحل إخراج البلاد من نفق الاحتراب الداخلي إذا كان يسعى إلى إطلاق مشروع سياسي لماذا لا يعلن عن ذلك صراحة؟ سيد أيمان أهلا وسهلا بك أهلا البداية هي من مؤتمر الرياض الأسماء التي اقترحت للحضور عن جانب المعارضة كان اسم حضرتك من بينها من الذي اقترح هذا الاسم روسيا الولايات المتحدة السعودية لأنه تردد على تقريبا كل الجوانب أن كل جانب من هذه اقترح اسمك ليكون على اللائحة الله يجوز أنه اقترح اسمي من عدة جهات بس صحح الموضوع يعني أنا ليس لدي حزب سياسي أنا أساهم كرجل أعمال بس أنا مواطن سوري طبعا مواطن بريطاني فأعتقد أنه لي دور بالمساعدة في إيجاد حل لأكبر مصيبة إنسانية صارت في سوريا فهذا ليس من منطلق طموحات سياسية أو لأنه أعمل لتأسيس حزب سياسي أنا أعمل حاليا من منطلق أنه أنا شخص مواطن أعتبر أنه عندي دور مسؤولية بأقوم أن أستطيع أن أقوم به لوقف هذه الأزمة الإنسانية في عالم السياسة هذه رؤية مثالية أكثر من اللزوم لأنه فور أن حضرتك بدأ يتردد اسمك سواء كبديل سيد الجربة حين قدم استقالاتهم من رئاسة الإتلاف أو حضورا في هذا المؤتمر أو في مناسبات مختلفة لأن اسمك يظهر ويختفي ويظهر ويختفي وهذا يعني أنه بدأت تظهر لك عدوات ولو حتى من جانب واحد بدأ اسمك يتردد في الداخل السوري ولو حتى من جانب واحد ومن جانب المعارضة بدأ الجميع يسأل أنه من هو هذا الرجل هو الرجل الأعمال الناجح السوري المقيم في بريطانيا ولا هو رجل ذي طموحات سياسية ولا هو كما تقول حضرتك مواطن سوري يريد أن يخدم بلد أنا مواطن سوري أريد أن أخدم بلدي أنا لم أدخل لا بالأول تأسيس معاضبة السورية اللي هو المجلس الوطني ولا بالاعتلاف الوطني السوري ساهمت بعدة مؤتمرات للمعارضة السورية هناك عدة رجال أعمال سوريين أنا مش رجل الأعمال السوري الوحيد اللي ساهم ببعض أعمال المعارضة السورية كمواطنين أنا برأي أنه الرجال الأعمال هم جزء من المجتمع المدني اللي بسوريا وخرج سوريا اللي لهم دور في العمل السياسي ما معناه أنه بيكونوا متفرغين للمعارضة السياسي أنا لم أرشح لرئاس الاتلاف ولست مستعد للقيام بهذا الدور عندي دور في بريطانيا أنا رئيس شركي اللي هي أكبر شركة خدمات مطفية بريطانيا وهذا العمل اللي أقوم فيه كل يوم والمؤسس الخارية وهذا سنعود إليه بعد قليل بس مرة أخرى أريد أن أبقي حضرتك في هذا المدمار قليلا لأن حضرتك حضرت مؤتمر الرياضة ليس كذلك وحضرت مؤتمر الرياضة عن جانب المعارضة صحيح واسمك طرحة من أي جانب هذا واضح أن حضرتك سنتخطى هذا السؤال لأن الجهة التي طرحت اسمك هي جهة الآن لن نناقشها ولكن اسمك طرح أكثر من مرة لرئاسة الاتلاف وواضح أن حضرتك رفضت هذا الطرح أنت رفضته لم يعرض عليه الطرح لم يعرض بشكل رسمي بس لو عرض عليه بشكل رسمي طرح من جانب من السيد ميشيل كيلو وهذا المعسكر لأنا دعمت الاتحاد ديمقراطي السوري ودعمت الاتجاه الذي أدعمه في الاتلاف هو تجمع الديمقراطي والاتحاد ديمقراطي لأن رؤية سياسية تتوافق مع رؤية سياسية التي هي ماذا سيد أيمن؟ لأن أنت محسوب بالفعل على هذا الطيار على الأقل من وجهة نظر كثيرين رؤية سياسية هو مدى المواطنة بسوريا مبدأ أنه الفصل بصراحة بين الدين الدولي أنا أحترم المجموعات الإسلامية بس أعتبر أنه لا يمكن أن ننهي إقصاء سياسي بإيجاد إقصاء ثاني إن كان إقصاء ديني وإن كان إقصاء طائفي وإن كان أي نوع من الإقصاء فأنا برأيي رمز الربيع العربي أنه الشعب العربي وصل لمرحلة أنه الإقصاء غير مقبول وبرأيي أنه المستقبل هو لتعددية سياسية لمؤسسات ديمقراطية نريد أنظمة فيها مؤسسات مجتمع مدني وطبعا مبدأ المواطني فهذه المبادئ الأساسية هي المبادئ كانت في اتحاد ديمقراطي السوري وفي تجمع ديمقراطي حاليا وهذه المجموعة في المعارضة السورية لأنها كمستقل في المعارضة السورية أدعمها كيف تقوم إذن لقاء الرياض للمعارضة السورية وحضرتك حضرت هذا اللقاء وخصوصا بعد ما جرى بعده من أحداث سواء اغتيال زهران علوش أو انسحاب أحرار الشام على الرغم من توقيعها على الوثيقة النهائية ما وصل إليه المؤتمر كيف تقوم هذا اللقاء؟ أنا برأيي أنه مؤتمر رياض حضرت عدة لقاءات عدة مؤتمرات المعارضة السورية أنا برأيي مؤتمر رياض كمؤتمر ناجح بكل المعايير أولا الميساق الذي طلع عنه الرياض برأيي كان ميساق مسؤول جدا وكانت المعارضة السورية تتكلم بمسؤولية يعني يقلك المعارضة السورية اليوم تكلمت عن سوريا في المستقبل سوريا مدنية لم تتكلم عن سوريا بدينية تكلمت عن سوريا ديمقراطية تكلمت عن سوريا تبقي فيها أجهزة ومؤسسات الدولة مع أصلاح مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمنية مخاطبة المعارضة قبل أربع سنوات كان الكلام عن اقتلاع المؤسسة الأمنية وحتى المؤسسة الجيش من جزوره وقواعده وهذا الكلام طبعا اليوم هذا كلام مسؤول وما مقبول أن يكون البديل لمؤسسة الدولة اليوم والفوضى بعد ما حصل ما حصل في ليبيا والإرام وكان فيه إجماع من الكل وحتى من بعض الأناصر المسلحة التي لديها أديولوجية دينية من جيش الإسلام وحرار الشرام على مساق الرياض فبرأي مساق الرياض وسيقة ممتازة والكل وافق على أن مرجعية العملية السياسية هي جنيف واحد وعملية إنشاء هيئة حكومة حضرتك تتحدث عن أن جاء الوقت الذي لم يعد فيه الإقصاء مقبولا وأن هذه المسألة نضجت الحركة في سوريا ولم تعد تقبل بها على الرغم من ذلك في لقاء الرياض تم تغييب أو غياب تمثيل بعض القوى السياسية من بينها مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الرغم من حراك موازي على الأرض ميدانيا ممثلا في قوات سوريا الديمقراطية في شمال حلب أصبحت الآن واضحة معروفة أصبح لها هلال حتى ينتظر أنه يشكل قليم صحيح أولا في مبدأ أساسي بالنسبة للمعارضة السورية وهو وحدة أراضي سوريا التريتوري الإنتيجريتي لسوريا أنا أتمنى أن البيو اي دي أن تقوم بالكلام بلا لبس أنها تؤمن بوحدة سوريا وأنها ليس لها أجندة لقيام أقليم مستقل الحقيقة البيو اي دي أحيانا تتحالف مع النظام بسوريا التحاد ديمقراطي وأحيانا تتحالف مع المعارضة السورية هدف الأساسي هو خدمة مطامحة الضيقة أنا أقول أنه في مشروع سوري وطني أتمنى أن الاتحاد ديمقراطي الكردي بغض النظر عن أنه لا أتكلم على السوري ككل أنه يكون جزء من هذا الموضوع طبعا هناك أعتبارات سياسية لا شك أنه بعض الدعوات للمؤتمر في أعتبارات سياسية بس أنا لا أقول أنه المؤتمر الرياض دعي إليه 100% من المعارضة السورية بدعي إليه 90% و95% من المعارضة السورية وكان العدد محدود لإنجاز المشروع المطلوب القيام به وهو اتفاق على ميثاق للمعارضة وانتخاب ممثلين للتحاور أو المفاوضات مع النظام ولا تعتقد أن انسحاب بعض الفصائل الراديكالية هذا يؤثر كثيرا في هذه الصورة انسحب أحرار الشام وعادوا مرة ثانية أنا برأيي كانوا حتى بعض الجيش الفتح بدأت تنسحب منه فصائل أخرى صحيح بس الحقيقة انسحابة ما كان له علاقة في هذا الموضوع كان له علاقة في استمرار القصف الروسي لهم في الشمال أنه ما في نواية حسنة طلعت من روسيا تجاه ما اعتبرته المعارضة بأنه موقف إيجابي وموقف مسؤول تجاه البدء في العملية السياسية كل فصائل المعارضة ترى ذلك أستاذ أيمان ولا بعض فصائل المعارضة بينما المعارضة السياسية ربما ترى رؤية مختلفة أو قد ترى في المستقبل رؤية مختلفة لأنه واضح أن المجتمع الدولي في مسألة للإبقاء على الأسد أو رحيل الأسد رؤيته تذبدبت واختلفت وعادت إلى 180 درجة المسألة تحولت والله لا أعرف إذا أحدث أنا برأيي ليس هناك وضوح في المجتمع الدولي هذا الموضوع أنا أعتبر نفسي من المعارضة المعتدلة فبدون مزاودات وبدون كلام غير مسؤول أنا أوافق تماما على مقالة المعارضة في ملساق الرياض أنه ليس هناك مصداقية في العملية السياسية إذا بقي بشار الأسد في الحكم بالمرحلة الانتقالية أنا أقول دائما أن المرحلة الانتقالية في سوريا هي اليوم سوريا مريض ينزف ويعني ينزف إلى حد أن المريض يمكن أن يموت إذا لم يكن إنقاذه المرحلة الانتقالية هي إدخال المريض في غرفة العناية المشددة في مستشفى فلا يمكن أن يكون قطب من أقطاب الصراع وخاصة رئيس بشار الأسد الذي لا شك أنه على يده مسؤولية لجزء كبير من التدمير والقتل الذي حدث في سوريا أن يكون جزء من العملية لأن المريض يموت في غرفة العناية المشددة المطلوب ليس أنه عملية سياسية فيها مساومات المطلوب إنقاذ المريض وإخراجه من غرفة العناية المشددة إلى أنه يستطيع أن يقوم يرجع يعيش مرة ثانية فأنا رأيي هذا موضوع مبادئ موضوع ليس هناك عملية انتقالية في سوريا إذا لم يكن هناك مشاركة من ناس غير إقصائيين في النظام السوري في عملية انتقالية حقيقية لنقل المريض لما نريده في المستقبل عن رؤى أخرى لحضرتك حضرتك قول في عام 2013 أن الربيع العربي أوجد قوة دفع هائلة لن يوقفها أحد الربيع العربي هدى في دول ودول يعني هناك قوة إقليمية في المنطقة بات واضحا أن لديها قدر شديد من العدائية لهذا الربيع العربي كما أطلق عليه على الرغم من ذلك هي تدعم المعارضة في دول بعينها كيف ترى تصريحاتك أو تقويمها في 2013 مقارنة باليوم شوفي أنا برأيي سهل كثير أن نحكم على تجربة الربيع العربي خلال 4-5 سنوات اليوم في سوريا عائلة الأسد حاكموا 45 سنة حزب البعث إجا سنة 63 فقالنا تقريبا 52 سنة من حزب البعث اليوم لا يمكن الحكم على تجربة طبعا تحكم عليها اليوم التجربة ليست ناجحة يمكن تونس الدولة الوحيدة التي نجحت لكن هذا تغيير تاريخي على حصل في المنطقة العربية أنا أريد تومس فريدمن الصحفي الأمريكي المشهور يقول أنه العالم العربي ينتقل حاليا من مرحلة الإمبوزد أوردر للسستيند أوردر فإذا ننتقل لمرحلة من النظام المفروض للنظام الذي يمكن المحافظ عليه أو المقاء عليه لفترة هذا الانتقال يمكن أن يقول انتقال يحصل خلال 5 أو 10 سنوات ويمكن أن يكون انتقال يطول 50 سنة يعني مثل فنحن دورنا وأنا أعتبر أنه دوري كمواطن سوري أو بريطاني من أصل سوريا أو سوري بريطاني عاش في مجتمع فيه البقاء للمجتمع هو تقوية المجتمع المدني والمساهمة في أنه المرحلة الانتقالية في بلدي بسوريا تكون في أقصر وقت ممكن بس أنا ما ممكن أحكم اليوم على هذه التجربة بأربع أو خمس سنوات حاليا للأسف التجربة لحد الآن بسبب تصرفات النظام بشكل أساسي كانت تجربة ثمن غالي ندفع بس لا يمكن إيقافها يعني اليوم الشعب السوري بعد اللي صار بعد كل الخسائر بعد كل التدمير بعد كل الضحايا يريد شيء مختلف وكيف تضمن وجهة نظر من يسمون أنفسهم أو من يطلق عليهم أصدقاء سوريا ليسوا يمكن لهذه المواقف أن تتغير ومن هم اليوم يعتبرون هذه الثورة من الممكن أنه في الغد يعتبرونها فوضى لست بريئا لا يعني أعرف تماما أنه هناك مصالح أقليمية في سوريا بالمناسبة ولكن طيب لا أعفوا السؤال هل هناك أصدقاء سوريا أصدقاء سوريا يدعمون الديمقراطية ويدعمون التغيير في سوريا أنا أعرف أنه كل صديق لسوريا يدعم سوريا بس كمان لديه طموحات ومطامع بسوريا لأن سوريا دولة مهمة أقليميا فنحن دورنا كسوريين أن نعمل على مصلحة سوريا الأساسية طبعا نعمل مع الحلفاء الممكن يساعدون دقيق هذه الرؤية بس ما معناته أنه أنا ببراة أقول أن كل من يساعد سوريا يساعد من أجل الشعب السوري حتما هذا التصور غير صحيح طيب وبما أنه الآن من يعمل لمصلحتي أعمل معه طالما أنه رؤيته حتى الآن تتصق مع هذه الرؤية ماذا أبقيت لك من مصالح في سوريا حتى يعمل الكيان السياسي الذي أنت إضافة إلى عدد من الشخصيات المعارضة الأخرى تحاولون إيجاده في هذه المرحلة ليكون البديل عن النظام في مرحلة انتقالية كما حضرتك تفضلت وذكرت في وسط تصريحاتك أنت عن النظام والنظام واضح أنه حتى هذه اللحظة لم يرحل هذا النظام النظام شوفي أنا برأيي حاليا القرار اليوم الصراع في سوريا صار صراع دولي وإقليمي الكلام أنه هذا حل سوري بصراحة اليوم الحل السوري الذي تكلمون عليه هو مرجعية جنيف لم يكن هناك سوريا واحدا في جنيف اليوم هي المرجعية للحل فيينا واحد وفيينا اثنين ولم يكن هناك أي سوري قرار 2254 لم يكن هناك سوريا هذه طريقة الحل اليوم المطلوب هو حكومة انتقالية ليس هناك طب التمثيل والشرعية السياسية تأتي بعد الانتخابات اليوم الشعب السوري ما يطلبه هو وقف القتل وقف التدمير وقف المصيبة الإنسانية وقف التجويع هذا المطلوب الفترة الانتقالية هي فترة من ناس مقبولين من الطرفين من طرف المعارضة ومن طرف النظام يقبلون أن سوريا يجب أن تتحول لدولة تعددية ديمقراطية وطبعا يجب أن يصبح دستور يديد بسوريا والشرع والانتخابات بعد الانتخابات يصبح فيه شرعية سياسية ويصبح فيه كمبليت لجيتميسي للموضوع فاليوم الكلام شرعية سوريا الكلام أنه على الأرض أنا رأيي حتى المعارضة أنا اليوم بتكلم كمعارضة سوريا أنا هل لدي شرعية سياسية بسوريا ما عندي حزب سياسي أنا أسألك عن الداخل أستاذ أيمن بالرغم أنه ليس لديك حزب سياسي ولكن شخصية بارزة لأنه لست أدري كان من كتب ذلك ينتقدك ولا يمتدحك ولا يدمك لكن هو يقول أنه يتم التقديم لشخصياتك الآن بين صفوف المعارضة على الأعتبار أنك ستكون حريري لبنان وأن الاتفاق الذي يراد له أن يوقع هو الطائف الجديد يعني طائف سوريا فأنت ستكون حريري سوري أو والله يعني عبد فولي عليه أن الحريري لا أنا أقصد حضرتك تعرف ما أقصد أنه نموذج لوضع رأس المال القوي إلى جانب السلطة إلى جانب السياسة وتكون هناك شخصية تعمل على نهضة سوريا شوفي أولا أنا لا أؤمن من حاصص الطائفي فأنا أعتبر أنه اتفاق الطائف لا ينطبق على سوريا طبعا أنا أؤمن بالمبدأ المواطني وسوريا لم يكن هناك فيه الشعور الطائفي للأسف النظام الحالي هو الذي غزل الطائفية بسوريا فمبدأ الطائف عن غير مقول ثانيا يعني أنا لم أسس حزب وليست مرشحا لعمل سياسي فأنا أتمنى وأنا برأيي هناك عدة شخصيات سورية خرجت من سوريا كانوا بالنظام السوري أو حتى شخصيات موجودة حاليا في سوريا قادرة على القيام بالعمل الانتقالية أكثر من كثير ناس موجودين خارج سوريا بس أنا إلي دور في القيام بما أقدر القيام عليه يعني برجع أقول أنا العمل اللي أشتغل فيه بجمعية الأصفري من سنة 2006 قبل بدء الربيع العربي هو تقويت المجتمع المدني بالسورية والقيام على عمل لأنه أنا رأيت لا بشباب للإتيان إلى هنا في منح دراسية إلى أخير هذا دوري بس أليس ذلك يرسخ بما أن حضرتك مهاجر ناجح لست لاجئا كنت ولكن أنت مهاجر ناجح حققت نجاحا في عالم البزنس في عالم المال والأعمال نجاح ساحق لكن ألست الآن بمشروع الخوض البيضاء مثلا ألست تؤسس لتكريس صورة أن اللاجئ هذا الشخص دائما يحتاج للمعونات وأن القضية هي قضية فقط ما يجري في سوريا من حالة الاقتتال لأنه أعتقد هناك جزء منها له علاقة بالرعاية الطبية وعمليات البحث والإنقاذ الخفيفة أليس كذلك لكن ألا يرسخ ذلك لفكرة أن كل ما يقدم للاجئين من رجال الأعمال مواطنيهم السوريين هو فقط الأعمال الإغاثية ليس هناك مشروعات مستدامة مثلا ليس هناك رؤية أخرى لهؤلاء لا هناك مشروعات مستدامة أنا كثير انتقدت أنه مثلا سويت مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطني بالجامعة الأمريكية في بيرون وهذه مؤسسة لنشر فكرة المجتمع المدني في كل المنطقات طبعا أنا عندي أمل أنه الموضوع يساعد في سوريا موضوع قيام دعم تشاثم هاوس أو مركز دراسات في بريطانيا وأنه يجيب سوريين لموضوع الزمال الفيلوشيب هنا لسنة كل سنة هو كمان استثمار طويل المدى لسوريين يقوموا بدور قياد في سوريا المستقبل أنا مشروعي بالأساس من 2006 قبل الربيع العربي كان مشروع طويل المدى ما كان مشروع قصير المدى وكان أنا دائما فكرتي أنه أنه دوري هو بدعم العملية الانتقالية لأنه كان عندي ما كان عندي شك نهائيا أنه سيكون في انتقال وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بهذا الأقصاء الذي كان موجود في آخر 45 سنة حاليا العمل الذي يقوم فيه بالرليف لمساعدات الإنسانية لأنه هناك مطلوب بهذا الموضوع بكثير من الأعمال نساعد ونقوم بالمساعدة اليوم كان في عندي اجتماعات مع بعض موسيقون بريطانية الأنواع يقوم بالتحضير للدونر مؤتمر المانحين بأربعة فبرو وهذا مؤتمر ضخم وعدد دول حتى سهل على ذلك أستاذ أيمن إذا كنت تحضر مؤتمرات للمعارضة السورية في الخارج من بينها مؤتمر الرياض مثلا مؤتمر كبير أسست له السعودية ربما لتطرح رؤية أو فكرة أو نموذج معين يراد له بشكل معين أن يفرض نفسه في الفترة القادمة لماذا لا تقدم نفسك للعمل السياسي هنا في بريطانيا أو تحاول التأثير على صنع القرار من خلال اللوبيينج وهي وسيلة متعارفة عليها في كل العالم للتأثير على صنع القرار تجاه اللاجئين سواء سوريين أو غيرهم أو أي قضية إنسانية تختارها طبعا أنا بهذا الموضوع الإنساني ساهم الإنساني سياسيا أتحدث الإنساني هذه قضية مفهومة من خلال المؤسسة الخيرية المعترف به سأتحدث إنسانيا تلعب سياسة في سوريا أو تلعب سياسة في بريطانيا وإنسانيا بالنسبة لموضوع اللاجئين اليوم في موضوع الحكومة البريطانية تطلب رأي من رأي بعض الناس الثانية بكيف يمكن إنجاح هذا المؤتمر وكيف يمكن ترشيح نفسك في البرلمان أنا داعم لحزب المحافظين من زمان وهذه ليست جديدة لكن دوري الأساسي في بريطانيا وأنا رجل الأعمال أنا عندي مساهمين في بريطانيا عندي 20 أبموض لا يمكن أن نقوم بالدورين لكن أنا سياسيا قريب لحزب المحافظين وأنا مساهم بدعم حزب المحافظين من 15 سنة في 30 ثانية حزب المحافظين وسياساتي تجاه اللاجئين السوريين الفترة الأخيرة يعجبك أعتقد أنه مقنع شوفي بريطانيا انتقدت لأنه قالوا أنه ما رح يجيبوا أكثر من 20 ألف لاجئ بفرد البرلمان بس بريطانيا الشيء الذي لم يؤكد عليه أن بريطانيا قدمت مليار و 200 مليون دولار 200 مليون جنيه تقريبا مليار 2 دولار للاجئين السوريين بريطانيا كانت تاني أكرم بلد دعم اللاجئين السوريين وحاليا المشروع لمؤتمر المانحين بأربع فبعو أربع شباط في توجه وتموح عند الحكومة البريطانية أن يكون أنجح المؤتمرات لدعم اللاجئين طبعا في اعتبارات سياسية موضوع اليمين وموضوع يوكب لجلب اللاجئين أنا كسوري أتمنى أن الوضع الإنساني لكل اللاجئين أن يكون أفضل طبعا بس أنا أفهم الاعتبارات السياسية الموجودة في بريطانيا وأفهم كمان أن البريطانيين يقوموا بعمل لتحسين وضع اللاجئين في البلاد المجاورة سيد أيمان أصفري رجل الأعمال السورية المغترب شكرا لوجودك معنا في بلا قيود شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا